كيف مبسطة للاقتصاد المعرفي؟ تمام الاقتصاد المعرفي فيه ناس كتير عرفته بتعرفات مختلفة من أشهرها ومن أهمها هو رأس المال الفكري اللي بيعتمد على العلم والابتكار والإبداع بشكل مباشر أو غير مباشر يعني ممكن الأبحاث والحاجات دي تبقى شكل غير مباشر والمنتج اللي بيطلع من وراء الأبحاث ده شكل مباشر معتمدا على ذلك في تكنولوجيا المعلومات لإنتاج بقى منتجات منتجات ملموسة أو منتجات غير ملموسة زي المنتجات الفكرية ومنتجات الانترنت وكده ممكن نبيعها وممكن نأجرها ده تعريف يعني متعرف عليه فيه تعريف آخر اللي هو بيقول إيه بقى استغلال المعرفة واستغلال العلم والابتكار فيه إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة الاقتصاد الدولة والاقتصاد العالم ده بشكل مبسط عن اقتصاد المعرفة وتعريفه طيب محتاجين أننا نعرف المراحل المختلفة اللي مر بيها الاقتصاد على مر الأصول طيب هو فيه مراحل مر بيها الاقتصاد وفيه مراحل مر بيها الصناعة طيب أول مرحلة في الاقتصاد هو الاقتصاد الرئيي أو الاقتصاد الزراعي اقتصاد الزراعي دي اللي هو الناس كانت بتزرع الأرض وتاخد المحصول وتبيعه خلاص والعالم كله بدأ في هذا الاقتصاد ده شكل متعرف عليه اشتركوا في القناة